استبدلت وكالة أنباء العمال الإيرانية خبراً سابقاً قالت فيه إن الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفصنجاني اتهم النظام في سوريا بمهاجمة شعبه بالسلاح الكيموي وضمنت الوكالة لاحقاً نسخة مختلفة من هذه التصريحات تخلو من تحميل أي طرف المسؤولية عن الهجوم وكانت تصريحة رفصنجاني في النسخة الأولى من الخبر تقول إن الشعب السوري كان هدفاً لهجوم بأسلحة كيموية على يد حكومته ويتعين عليه الآن انتظار هجوم على أيدي أجانب قبل أن تتغير هذه التصريحات لتصبح أن شعب سوريا يتعرض لهجوم بأسلحة كيموية من دون تحديد الجهة المسؤولة عن ذلك من داخل إيران الحليف الأقرب لسوريا وعلى لسان رئيسها السابق يصدر أول اتهام لنظام الأسد باستخدام أسلحة كيموية ضد شعبه ففي أول تصريح من هذا النوع لمسؤول إيراني رفيع المستوى نقل عن هاشم رفصنجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران اتهامه الأسد ونظامه بالوقوف وراء الهجمات الكيموية التي استهدفت غوطتي دمشق مضيفا أن نظاما يقوم بفعلة من هذا النوع ضد شعبه عليه أن ينتظر ضربة عسكرية خارجية تصريحات رفصنجاني المتميزة تماما عن كل ما خرج من تصريحات رسمية إيرانية نقلتها وكالة أنباء العمال شبه الرسمية عن كلمة ألقاها في حشد جماهيري لأهالي إقليم مازندران في شمال البلاد وأشار رفصنجاني خلال الكلمة إلى أن الشعب السوري تضرر كثيرا خلال السنتين الماضيتين بعد سقوط أكثر من مائة ألف قتيل وتشريد ملايين المدنيين مردفا أن الأزمة السورية تشكل قلقا بالغا للمنطقة والإيران سيما بعد أن نفخت أمريكا وحلفاؤها أبواق الحرب بحسب رفصنجاني بعد الهجمة الكيميوية الأخيرة جيفر أبو دقة العربية ينضم إلي في الستوديو الصحفي مسعود الفكة صحفي المتخصص في الشأن الإيراني أستاذ مسعود أهلا بكم معنا تصريح رفصنجاني الذي عدل فيما بعد أهو زلت لسان مقصودة أم غير مقصودة؟ لو عدنا إلى تاريخ حديث رفصنجاني حول الأزمة السورية ونبدأ من قصف المخبز في سوريا قال حينها لا يجب أن يتعامل الشعب السوري بهذه الطريقة إنه سوف ينتقم لو رجعنا إلى حديث رفصنجاني يوم أمس قال يجب على الإيرانيين أن يتعاطوا بذكاء مع الأزمة السورية ولو راجعنا أيضا للسياق الكلام الذي تحدث عنه رفصنجاني في البداية تحدث نحن نتعرض إلى الحصار نحن تم مقاطعتنا هناك عقوبات علينا ونواجه الأزمة البالغة في المنطقة وهي الأزمة السورية لذا لو جئنا بالسياق الحديث الذي كان يتكلم به رفصنجاني نرى بأن هذه النتيجة نتيجة طبيعية رفصنجاني متخوف بأن إيران قد تدخل بشكل مباشر لو تم ضرب سوريا وهذا سوف يضر سياسة دولة حسن روحاني الذي هو يقف خلفها وهي سياسة الاعتدال وراء بالصدع في المنطقة أستاذ مصعود إذن رفصنجاني كان يقصد ما يقول لماذا الآن والحديث عن ضربة أمريكية مع حلفائها ضد سوريا الحديث عن ردفع الإيران لماذا يدل بها كذا تصريح الآن لأنه يعرف بأن العاصفة قادمة هو يريد أن يقول للإيرانيين انحنوا أمام العاصفة هو متخوف يعني تكملة لكلامه متخوف بأن السياسة الخارجية التي سوف يتبنى حسن روحاني تبشل وهذا الذي جعل رفصنجاني يحذر الداخل قبل لا يتكلم أو يريد أن يوجه رسالة خارجية كلامه للداخل أكثر مما يكون للخارج ولكن هل لهكذا تصريح لرفصنجاني تعتقد أنه ستكون عليه التبعات بمعنى سيدفع ثمن هكذا تصريح في هكذا لحظة؟ رفصنجاني دفع ثمن كثيرا خلال السنوات التي مضت فهو معروف بذكائي في التعاطي مع السياسة الإيرانية ويعرف كيف يواجه ويعرف عن ماذا يتحدث أنا لا أظن بأن الأمور تسوق أكثر من هذا فهو في النهاية خرج المنتصر وخسر أحمد نجاد وفريقه لأن الدولة الموجودة الآن هي دولة رفصنجاني 80% من الوزراء في دولة حسن روحاني هم كانوا وزراء في حكومة رفصنجاني شكرا جزيلا لكم مسعود دلفك الصحفي المتخصص في الشأن الإيراني